مرحبا يا حلوين كيفكم؟ اليوم جبت لكم فيديو عن مشترياتي من موقع انا اول مرة بجربه اللي هو موقع ياس ستايل هذا الموقع هو ببيع المنتجات الكورية واليابانية وهلأ صار يتوسع ويضيف بعض الدول الاسيوية مثل تايلاند هو ببيع اواعي ببيع اكسسوارات ببيع بعض الادوات المنزلية ببيع المواد العناية بالبشرة وكمان ببيع ميكياج رح اترك لكم لينك الموقع عشان اذا بتحبوا تتفرجوا عليه ورح اترك لكم كود خصم عشان اذا عجبكم اي اشيو بتحبوا تشتروا تستعملوا الكود رح يرخص لكم من سعر المنتجات بالنسبة للموقع هو كتير بعمل خصومات طبعا انا هاي الاشياء شاريها بمصرية والمفروض تكون يعني شو اسمه الفاتورة جوا رح اورجيكم اياها مش يعني دعاية ولا شي بس انا عجبني الموقع وحبيت احكي لكم عنه هذا الموقع هو ببيع بيضل يعمل خصومات كل فترة بحكي لك من الاول انه معنا شهر ليوصلك المنتج ليه بيقوله شهر لانه مرات بيكون المنتج مش موجود في المخزن او يعني مش متوفر معهم 21 يوم لحتى يتوفر اذا ما ايجا هذا المنتج بيبعتولك ايميل مشان هيك لازم نضلي انت تشيكع ايميلاتك بيبعتولك انه المنتج ما توفر لحد هلا بدك نستنى بس رح يتاخر البوكس لا يوصلك ولا بدك انه خلص نبعتلك بدون هذا المنتج بس ومنرجعلك اللي هو منخلي المصاري انك بعدين تطلبي اشي تاني اذا بتحبي فانا اللي صارت معي هاي القصة يعني بحكي لكم عن تجربتي فانا قلت لهم لا خلص ابعتوا ما بدي استنى كمان فقالوا رح نبعتوا وبعد ما نبعتوا اول ما نبعتوا رح يعني مرعدين منرجعلك المصاري عشان نخلص هاي الطلبية وما نستناش اكتر قلت لهم اوكي وبعتوا الطلبية بهذا الوقت هم حكوا محهم من مثلا خمسة ايام دوام عبين ما يرجع المصاري وقالوا رح نرجحهم على مثلا عندنا وانت اشتري اشي تاني او نفس الاشي رجعت له بي اللي هو اللي ما بعثنا لك يا بس هم فعلا رجعوا المصاري بيومين وكانوا بحسابي يعني رجعوا على الكرت مش يعني ما ألزموني اني ارجع اشتري من عندهم يعني كان اسلوبهم انا اعتبرته كتير حلو بعدين انا رجعت طلب الطلبية تانية اكتشفت انه اصلا بيكونوا حكين لنا لما نطلب بالشغلة انه هي متوفرة هلا وبنقدر نبعثها او ممكن تاخد وقت انا بالطلبية الاولى ما انتبحت لهاي المعلومة فانتوا انتبهوا لكل شي بيكون مكتوب طبعا هو بيكون بالانجليزي بلغات كتيرة والشرح مثلا يمكن الشرح يكون بالانجليزي او بالانجليزي فانا بترجعي بتقدر الترجمي الحكي مثلا زي ما بدك يعني بس اكيد باللغة الانجليزية موجود اللغات التانية ما بعرف بس يعني اذا مش موجودة بتقدر الترجمي الحكي وتعرفي كل شي هلا نكمل عن تجربتي انا معهم بعد هيك انا بيومين كانوا رجعين للمصاري رجعت طلب الطلبية وانتبهت انه يكون الاشياء موجودة فطلبت بالنفس المبلغ شغلتين او ثلاث شغلات تانيين ولاني انتبهت انهم موجودين وصلوني باسبوع لكن الطلبية هاي لانها استنينا بس هي فعليا وصلتني باسبوع ليه لانه بعد 21 يوم اللي مارض الاشي اللي يعني يوصل وبعدين لبعتوا انا خلصت محهم يعني شو مقررة وصلت بسرعة بعد ما خلص حكوا كل شي تمام هداك لانه تأكدت فوصل يعني ابعد وقت انه يوصلك هو شهر اذا كل شي تمام زي ما قلتلكم لانه هم حكوا انه منستنى لهالفترة بعدين بيوصلك وصلني انا ما يعني خلص كنت بخلصة ما دفع بعد مبلغ معين تدفعيش توصيل زي حال يعني المواقع التانية انه اذا تشريتي لمبلغ معين بصير التوصيل مجاني فانا وصلني ولا دفعت جمارك ولا دفعت اشي وصلني لحد البيت وكل شي تمام الحمدلله يعني هلا هيك بيكون انا حكيت لكم عن تجربتي معهم وكيف تعاملهم تعاملهم حلو وكل شي تمام هلا بنا نفتح هاي الطلبية ونشوف شو جوا يلا نبلش مع بعض نشوف بسم الله تشوفوا شهي الشغلات اللي انا نقيتها حبيت اجرب الاشياء الكورية من عندهم حبيت اجرب شوية شغلات كمان يابانية لانه الكورية واليابانية هم معروفة انها منتجاتها كتير حلوة يعني هاي الفاتورة زي ما قلتلكم بين الاول انا دافع حق الاغراض ووصلتني الفاتورة وكل شي هاي يعني في الشي اشي وبعدين بيحكو شرح عن المنتجات كأنه برطو بطلبية اوكي ما قرعتها مش حاعد اقرأها هلا عشان شوفوا بيجي الاشي مغلف وبيجي الصندوق الصغير وهاد اشي معناته كويس ليه عشان اذا كان الصندوق كتير كبير على الاغراض معناته هي بده تضل تتخطخط وبدهم يخربوا الاغراض فهم عاملين الاياس مناسب للاغراض اللي جوا وهي هم مغلفينها عشان ايش ما يتكسر فبرطو هاي شغلة منيحة هدول بتقدروا تخبوهم بدون ما تفقعوهم اذا ما فقعتوهم خبوهم بشنتات اللي بتستعملوهم للسفر بتقدر تغطي فيهم مكياجك الاشي الخايفة ينكسر فممكن انو بس ما تخرب لهم جمعوهم هدول ليني اعطول الاشياء عشان نعرف خليني اعطولهم وبعد ارجع لكم هلا اننا نحكي عن اول شغلة طلبتها هم هدول اللزقات هدول اللزقات هم يابانية صنع ياباني هم فيهم 8 لزقات وبعدوا يعني هم على السخن بيعطوا درجة حرارة 40 درجة الحرارة لما تلزقيهم فبيكون سخنيني يعني بعطوا سخونة هي لأوجاع الكتاف، أوجاع الرقبة، أوجاع الظهر حتى هون هايو موجود شوفهم مع بعض لأوجاع الظهر، الكتاف، الرقبة مثلا اي اي ألم بيجيكي انت ممكن تلزقي على المكان اللي بوجه حتى ممكن هدولة تلزقيهم في البطن إذا في عندك أوجاع حتى في البطن في أوقت الدورة بتقدر في ناس هيك بيلزقوهم، بيلزقوهم منطقة البطن أسفل البطن عشان آلام الدورة كمان فهم هدول اللزقات بتلزقوا وين ما كان لما يكون في وجه عضلات بسخنوا المكان كتير يعني أول مرة بتستعمليهم بتحسي إنه زي محروقة هيك يعني إشي بحرق بس شوية وبعدين بريح يعني هذا الشعور ما رح يطول معك بعدين بتضل مفعولها من خمس لثمان ساعات يعني ممكن تحطيها وتنامي مثلا أو خلال اليوم هي مكتوب تقدر استعمليها يعني وتكمل شغلك عادي بس هي أول فترة يمكن عشر دقايق رح تحسي بالحرارة الكتير وبعدين تصير تخيف هذا الشعور بتنقام مرة واحدة أسهل لأنه يعني خلاص بالذات إذا حدا يعني زي قولنا للرجال ممكن يكون في شعر أو هيك أو هما زي ما بيقولوا ليك أفضل إنه يحلق قبل ما كان اللي بدأت تلزق بالنسبة هي لازم تحطيها على الجلد على طول ما تكونش في أي كريم تحتها أو أي إشي يعني فيفضل بعد يعني الواحد يعمل يعني تحمام يعمل حمام دافي وبعدين ينشف المكان ويلزقها ما يكون في كريمات ولا أي إشي تحتها رح تعمل على تدفئة المكان زي ما حكينا وتسخينه وشوي شوي رح يحس الواحد بالراحة وفعلا بيرايحه كتير نوعيتهم منيحة أنا بنصح فيهم لكل حدا عنده أوجاع في العضلات كتير حلوين أو مثلا وجع شديد في الدورة مثلا للبنات يعني برضو كتير كتير كويسين منهم فإن شاء الله برجربهم وبرجع بحكي لكم كمان تجربتي عنهم أكتر وأكتر هلا بيجي هذا المنتج هذا المنتج اللي هو كوري اللي هو زيت للشعر هاي الماركة اللي هي أنا بستعمل مرة عملت عنها فيديو اللي هو السيرم حطيت منه برضو بحط لكم صورته عشان تذكروها برضو منتجاتها كتير منيحة كتير أنا جبت منها أشياء بس أذكر بحكي لكم عن كل شي أنا جبته منها بالنسبة لهذا الزيت هذا الزيت بيحكوا إنه خفيف على الشعر شوفوا كيف التغليف كتير حلو قال يعني كان شعرها هاي شو بعدين إيش صار شعرها ناعم بحكوا إنه ريحته خفيفة بتستعملي تقدر تستعملي بعد الحمام وما تشطفي على شعر ناشف أو شعر رطب فيه هو طبعا هات كوري زي ما حكينا أظن إني حكيت هو من الأرجان والأبوغادو واللوز الحلو بنحط على أطراف الشعر من نص الشعر لآخره بيعمل على تفكي يعني اللي هو بيفكك التشابك اللي فيه بيزهل تمشيطه وبيمنع لها يشان بعطيه للشعر لمعة وبنعمه وكمان بيغذيه هو زيت خفيف وممتص بسرعة وفي الموقع تعاملهم وضوحهم من البداية كل شي واضح حتى إنه إذا تأخروا قدير رح يتأخروا وإنه لازم تشوفي الإيميلات عشان تتأكد من كل شي بيظلوا يعملوا خصومات وطبعا منتجاتها كلها أصلية مية بالمية أكيد يعني وهي حلو في هذا الموقع إنه فيه منتجات أكتر يعني إحنا إذا جربنا مواقع تانية كلنا منعرف إنه مرات تخلص الكمية وبيضل كلمة إنه مش موجود مش موجود ووقت طويل وإحنا نظل نستنى إحنا بدنا هذا المنتج مثلا وما بيوفره إلا كل وين وين كمية صغيرة ما منلحق نطلب بيكون كمان مرة راح يعني كلنا واجحنا هاي المشكلة فأنا صرت بدي أدور على يعني موقع إنه لما أنا بدي الشغلة ألاقيها مش أضلني أستنى ولما تنزل ما ألحق يكون خلص راح فمشان هيك فتشت على مواقع وشفت هذا الموقع وحبيته فحبيت أحكي لكم عنه إذا بتحبوا تجربوا وجبت لكم كود إذا بتحبوا تستعملوا وهيها خلص الفيديو تابعنا بتمنى إنه يكون عجبكم وإذا عجبكم حطيلي اللايك عشان أعرف إنكم بتحبوا هيك نوع فيديوهات وأسولكم منها أكتر مع السلامة